فمنورنا النهاردة ضيف بصراحة مميز جداً هو بيعمل حاجات حلوة قوي 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 أنا مش عايز أحرقها وأقولها في الإنترو لأنه هيحكي لنا بالتفصيل إزاي بيعمل حاجات دي وزاي بيلف محافظات كتير قوي عشان يسعد ملايين وآلاف من الأطفال ويرسم بس الابتسامة على وشهم النهاردة معينا صاحب مبادرة الحكواتي أستاذ هيسم شكري إزاك يا أستاذ هيسم؟ أهلاً أهلاً عامل لي منورنا أستاذ هيسم منور عايش تعيد ده أحلى عيش طبعاً وعايز أقول لك قبل ما نبدأ في أي حاجة مش بس الأطفال بتحب الحواديد إحنا كمان كبار بنموت في الحكايات والحواديد عشان كده دايماً بقول للناس لما حد بيسألني النشاط ده من سن كام لكام فبنقول لهم من سفر إلى تسعة وتسعين على طبق كل الناس طب أستاذ هيسم في البداية عايزة أعرف الحكاية بدأت معاك إزاي؟ الحكاية بدأت من حكايات جدتي رحمة الله عليها الله يرحمه أيام ما أنا أروح وحرفياً أحط راسي على رجلها وتبدأ تحكي في حكايات وما كانش لي أنا بس كان لكل الأحفاد اللي موجودين في البيت وكانت مساحة كده بتعمل فيها كل حاجة ممكنة فممكن تعرفنا حاجات غلط حصلت ومفروض نعمل إيه ومفروض إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش جوه الحكاية وقتها طبعاً ما كناش بنعرف ده وقتها كنا بنسمعها كحكاية بأحداثها بشخصياتها لكن دلوقتي لما بسترجع وبفتكر فلا هي كانت كل اللي عايزة تقوله لنا وكل النصح والإرشاد اللي كانت عايزة تقدمه وضحك واللعب كان بيحصل جوه الحكاية بشكل حدوتك كده اللي هو تجيب لك المعلومة بطريقة جميلة طفولية لذيذة طب أن أنت تبقى صاحب مبادرة اسمها الحكاواتي وأن أنت يعني اللي أنا أعرفه وأن أنت كمان على السوشيل ميديا عامل شغل عالي أو أن أنت بتنزل تلف محافظات وكمان محافظات محتاجة أن أنت تروح لها عشان تقول تحكي حكاية حلوة للأطفال فحكي لي جات لك منين الفكرة أصلاً والمبادرة نفسها جات لك فكرتها منين أنا تربيت في بيت قارئ فبنحب القراءة وبنحب الكتب وبنحب الحكايات وبعدين 98 فيلمي أفجوت ميل ومشهد ميجوان وهي قاعدة في الأسطور الصغير ولبسة ترتور الظريف ده كده وقدامها أطفال حرفياً عنهم بتنور من الحكاية فالهو طب أنا بيدور على حكايات وبروح مكتبة وبنقرأ سوا وبنعمل حاجات كتير طب الله أنا عايز أجرب تجربة أن أنا أحكي فكانت البداية خالص سنة 2000 في معرض القاهرة الدولي للكتاب وخيمة ثقافية كبيرة جداً وبدأت أحكي فيها للولايات كانت أول تجربة فاللي هو بقى عندي إحساس المكان هتطلع أو ماشي ولا لا وهتهاكمل ولا هينفع ولا ده طموح ولا مجرد شغف فحكيت وكنت بحكي ساعتها بطريقة حكي أن أنا دامج العرائس القفزية مع الكتاب فكنت باستخبى وراء الكتاب والعروسة تطلع تتكلم وبعدين أنا أطلع وراء الكتاب عملتلهم زي شو كده بزبط حكاية كاملة لأن في مكان مفتوحه أعداد فالمفروض يبقى فيه مساحة تفاعل بشكل كبير ففاكر كويس جداً بعد ما خلصت وقفلت الكتاب فجأت بأن الخيمة كانت مليانة وفي ناس وقفة فإيه ده الله ده ممكن يبقى فيه حكي وحكواتي رد فعل حلو فكانت البداية من سنة 2000 حرفياً فهو يلا تحولنا من جلسة الحكي أو جزء الحكي مع جدتي رحمة الله عليها مروراً بمشهد الفيلم اللي إيه ده الله يلا تنقل بقى من المستمع اللي بيحكي وكانت البداية طيب أنا عايزة نتكلم بقى على الرحلات اللي أنت بتعملها أنت بتسافر بلاد علشان تجمع الأطفال وتحكي لهم عايزة أعرف الموضوع ده بالتفاصيل لكل الناس اللي ما تعرفش إيه القصة بتحصل إزاي ويلقوك إزاي أنا عايزة أعرف أنت بتسافر إزاي لك بداية فكرة أنت تسافر لأطفال في محافظات إزاي من 2013 ل2018 كنت مسؤولة عن مشروع مكتبة متنقلة كنت بلف بيها محافظات مصر كلها والموضوع كان مبهج جداً وكان بالنسبة لي حاجة كده مساحة تحولت من حلم لأمل حرفياً لأن كان حلم أن أنا أوصل لناس أكتر أروح لناس بالكتب والحكايات فكنت بسافر قبل 2013 بس على استحياء في حدود الإمكانيات الوقت 2013 بقيت أتحرك بالمكتبة المتنقلة الموضوع بدأ يكبر أكتر 2018 مشروع المكتبة المتنقلة وقف ويتنقل لجهة تانية وأنا ما قدرتش أكمل معاه لبعض أسباب شخصية بس ساعتها حسيت طب ما بدأ للمكتبة المتنقلة يلا يبقى فيه حكاواتي متنقل فشنطتي على ظهري فيها شوية كتب من بتاعتي على كتب من بتاع أولادي أنت اللي بتدعم ده أنت اللي بتدفع كل الحاجات من جيبك أنت هو البداية كانت 2018 أنا بعمل ده بدعم زيتي تماماً لعبي ولعب ولادي شوية كتب وبسافر بنوعد بيتم التنصيق مع ناس في الأماكن أو في المحافظات المختلفة كل اللي بطلبه منهم أنه هو يوفر للولاد وإذا كان فيه مفرش ولا حصيرة ولا حاجة على الأرض أرض واسعة كده نتكلم فيها وبتستخدم اللعب اللي هي اللي بتبقى في دي زي العرس عروسة أيًا كان لو أنا هستخدم حاجة في الحكي لأن الحكي ممكن يبقى فيه وسائل مختلفة جداً وفكرة الألعاب التفعولية أن أنا حابب بعد ما نحكي فإيه ده إحنا الله فكرنا ولعبنا وشخصنا تشوف المسج اللي جوه الحدوطة وصلت ولا لأ بزبطة نلعب كمان عشان اللعبة من الحاجات اللي بتحبب الولاد في الموضوع فلما نقول مش بس الولاد على فكرة الكبار ما نسا بقوله أنا كأكبيرة لما بيجي أفتكر مثلاً الحدوطة اللي اتحكيت لي وانا صغيرة للحد دلوقتي ماشي بيها أن الواحد لما يدعي حاجة ممكن لقدر الله تحصله بافتكر اللي هو راعي الغنم واللي كان بيقول كل شوية تلات مرات ديانة الديب هيكل الغنم بداي فافتكر أن ما ينفعش أدعي أن أنا حصل لي حاجة لأنه ممكن فعلاً تحصل لي فالحواديد مش بس بتبقى حاجة للتسلية لا هي بتثبت الماسج دي أو بتثبت المعلومة دي في دماغك حتى لما تجبري بتفتكريها من الحواديد اللي تقلت لي كونت صغير أكيد أكيد ده اللي بيتم الدمج ما بين الحكي والألعاب فبزافر المحافظات بنسق مع ناس من أماكن مختلفة مريت بمراحل كتير من 2018 لحد وقتنا الحالي بس الأجمل أن كل مرة بنروح نحكي هو نفس الحماس ونفس الشغف في أماكن بنحقق معاها مساحة استمرارية